أكدت وكالة بلومبرج نيوز أن وزارة التجارة الكولومبية أوصت بفرض قيود على مبيعات الفحم إلى إسرائيل وأضفت الوكالة أن وزارة التجارة الكولومبية تسعى إلى استصدار قيود على شحنات الفحم من لجنة للتعريفات الجمركية والتجارة الخارجية كانت كلومبيا انضمت إلى قائمة الدول التي اتخذت إجراءات دبلوماسية حاسمة تجاه إسرائيل بعد عدوانها على قطاع غزة حيث أعلن رئيس كلومبيا جوستافو بيترو أن حكومته قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل